في الثاني والعشرين من مايو الف وتسعمائة وتسعين أعلن نظام علي صالح وعلي سالم البيض الوحدة بين شطري اليمن ولم تمر أربع سنوات حتى انفجرت الأزمة بين الطرفين لقد كانت الوحدة خيار نخبة فرح بها الشعب لكنها لم تكن قرارة وهو ما أنتج أزمات سياسية جعلت اليمن رهينة الموت السياسي الذي فرض انفصالا قهريا انتهى بوحدة قهرية في الف وتسعمائة وأربعة وتسعين كان الثورة الحادي عشر من فبراير قد أعادت للوحدة قيمتها الشعبية وقرر اليمن بعدها في لحظة حوار وطني الذهاب باتجاه يمن اتحادي يحافظ على وحدة الجغرافية ويضمن توزيعا عادلا للثروة والسلطات بين شمال اليمن وجنوبه لكن المخلوع صالح بغطاء إقليمي سلم اليمن إلى ميليشيا الحوثي التي نفذت انقلابا على الحوار والسلطة استدعى انقلاب الحوثي تدخلا خليجيا بهدف السعادة الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن لكن وقائع السنوات الماضية كشفت عن نتيجة كارثية يمن متشض بين جنوب غير قادر على فرض انفصاله وشمال لا يستطيع فرض وحدته وتحول الحراك الجنوبي من صوت سلمي إلى عقلية الانفصال أو الموت وهي العقلية التي استثمرها التحالف الخليجي في تأسيس نفوذ إماراتي على خارطة السواحي الجنوبية ونفوذ سعودي على مناطق النفط حاليا وفي الذكرى التاسعة والعشرين للوحدة يبدو اليمن على عدة مسارات مؤلمة وقاسية فنتائج المفاوضات الأممية تشير إلى رغبة دولية في إبقاء أغلب مناطق الشمال بيد ميليشيا الحوثي بينما ترزح مناطق الجنوب تحت سيطرة فعلية للتحالف وشكلية للسلطة الشرعية في الوقت الذي لا يزال فيه صوت النضال من أجل اليمن الاتحادي صامدا ببطء ولكن بثبات وعزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر